تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك يسجل العراق رقماً مخيفاً بإصابات كورونا قفزت مؤخراً فوق حاجز الثلاثة آلاف إصابة في وقت تدخل البلاد فيه بقرار حظر شامل لمدة عشرة أيام بدأت مع حلول الأضحى المبارك الساعات الأولى من أيام العيد اختفت منها ملامح للتزام بالحظر أما الخطورة الأكبر فتمثلت بقناعة نسبة كبيرة من هؤلاء بأن كورونا مجرد كلام في الهواء قد تغطي الكمامة وجه طفل خشية أهله من الفيروس لكن العائلات مصممة على ممارسة طقوس العيد وهو ما يكشف عن فهم مغلوط لطرق انتشار كورونا الكل تروح والكل تشارك الفرحة بين أهله وبين ناسه لكن اليوم بسبب الوباء ما قاعد نحصل هذه الفرحة نشن بالشارع الأنباري مثل ما نشوفه اليوم الشوارع حزينة العالم حزينة بسبب هذا الوباء نتمنى تتخفف الإجراءة الإغلاق في وجه الفيروس مطلوب وضروري لكن التنقل هنا وهناك قد ينصف الجهود إلى نتائج لا تبشر بانحصار انتشار العدوى في البلاد